أنا نشأت في أحضان أم عظيمة وأثني دائماً كل الأشياء الإيجابية اللي عندي لأمي لكل المحاسن اللي عندي أي إن كانت هذه المحاسن فهي من تربية والدة عظيمة بصراحة فأي إنعكاس أي تعامل للمرأة اليوم من طرفي أنا أثني لتربية أمي لي فبالتالي أنا إنعكاس لها طبعاً كما هو ساعد يعني إنه الرجل السعودي متزمت وأين كان هذا الكلام إحنا ثلاثين مليون لو طلع منا واحد سمعت ومش جيدة مو معنات أنه الكل بصراحة وأنا متأكد تماماً أنه لو كنت تشوفون خالد مثال جيد نوعاً ما في التعامل مع زوجته مثلاً أنا متأكد تماماً أنه في آلاف مؤلفة بصراحة ولم يكن مئات الألوف لكن غير مسلط عليهم الضوء وإحنا ما ندري عنهم وغالباً الناس هذولي لما يحسن التعامل لأهل بيته مو لأحد معين هو فعلياً يبغى يرتاح يبغى يكون مرتاح في بيته يعني فدائماً نحن وأساساً هذا الشائع أصلاً أنه الأخبار الغير جيدة هي اللي تنتشر والأخبار الجيدة طيب جيد أنت جيد على نفسك خلاص بس شوف هذك اللي يسوه وفعل فعلياً أعتقد بشكل العام الرجل الشرقي بشكل العام أنا كأمرأة أقول ظلم على فكرة في كثير من قصصنا الأمانة يعني أنا كأمرأة أقولها بمنتهى شفافية اليوم لإذا بضقط مثل في أب في أخ في زوج في أبناء حنا دائماً ما كانت الأخبار السلبية يمكن هي اللي تاخذ الشعبية الأكبر ونتناسى إنه في أيضاً بالمقابل شخصيات يعني أنا أعرف قصص رح أقول لكم قصة أحد المعارف توفت زوجته الله يرحمها وأوفل زوجته ومحبوبته وعنده طفلين أطفال يعني وما عنده لا عاملة في البيت ولا ود أطفاله لأمه أو أم الزوجة المتوفية ربع أولاده وبنفسه إلى لحد ما كبره والبنت عرفها عمرها الآن 16 سنة تربية أبيها وما كان غايب عنها ولا لحظة طيب هذه التفاصيل حنا مع الأسف لا ما تنقالك ما بننشرها ما بتنتشر يعني ففعلاً مثلاً هذه قصة من ملايين القصص أيضاً طبعاً هذا بتاخذينها كالشرق الأوسط حتى ما أتكلم فقط عن الرجل السعودي الرجل العربي بشكل عام أي نعم أكيد في أمثلة سيئة ممكن نتمنى لهم الهداية وإن شاء الله يا ربي تلين قلوبهم لكن أعتقد السلبيات هذه موجودة في كل الكرة الأرضية ترجمة نانسي قنقر